الحمد لله يا رب إن الحمد لك والشكر لك ما دامت النعماء لك فاغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله في مبدأ كل أمر ومنتهى أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا البث الجديد مع صدى البلد ومعنا أسئلة حضراتكم واستفساراتكم نسعد بتلقيها بإذن الله تبارك وتعالى كان أول سؤال جالنا كان بيتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير البعض بيسأل هل ده حديث صحيح وهل نعمل بهذا الحديث وهل فعلا الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ده انثبت إنه هو النبي صلى الله عليه وسلم قاله هل فعلا ده كلام حق ولا غير حق الحديث ده في الحقيقة رواه سيدنا أبو هرير رضي الله عنه وأرضاه كما ورد في الترمذي وكما ورد عند ابن ماجه رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم وإن كان الإمام ابن ماجه علق عليه بأنه حديث حسن غريب لكن المدققين والمحققين لعلم الحديث قالوا أنه هينزل عن درجة الحديث الصحيح إلى درجة الحديث الحسن يعني هو مقبول يعني هو يعمل به يعني هو حديث صحيح من حيث العمل من حيث القبول من حيث أخذ المعلومة منه ونص الحديث إذا خطب إليكم مش إلا جاءكم نص الحديث الموجود في الترمذي إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكم فتنة في الأرض وفساد كبير فالبعض بيقول طب إزاي الكلام دوت طب هل الكلام دوت بيطبق على أرض الواقع حقول لكم كتير من الحوادث اللي احنا بنشوفها دلوقتي من خلافات زوجية كبيرة من مشاكل زوجية كبيرة ناتجة لعدم عملنا بهذا الحديث وبالحديث الآخر اللي بيتكلم عن تنجح المرأة لأربع ومنها فاذفر بذات الدين تريبة يدك مشكلتنا دلوقتي إن الشاب بيتعلق بشكل البنت أو بيتعلق بمنصبها أو إنها تشغل أو متشغلش وكذلك البنت بتنشغل بإن الولد دوت من عيلة إيه أو ما يصور الحال ولا مش ما يصور الحال وبينسوا الجزء ده جزء البحث عن الأخلاق والبحث عن الدين والبحث عن المعاملة الطيبة العلاقة بين الرجل والمرأة تقوم على المعاملة الطيبة وعلى المعاملة الحسنة وعلى المعاشرة بالمعروف مش هتبقى المعاشرة بالمعروف دية إلا إذا كان الولد أخلاقه طيبة والبنت أخلاقها طيبة أما لو كان الولد أخلاقه فاسدة فمن الممكن ربنا يصلح حاله ومن الممكن برضو أنه يتعب البنت في الاستمرار هاله العلاقة الزوجية ويؤدي ذلك إلى الطلاق أو إلى الحوالث الفوضيعة المريعة الشنيعة اللي احنا بنشوفها دلوقتي من قتل الزوجات للأزواج أو من قتل الأزواج للزوجات أو من المشكلات اللي بنشوفها واحد يطلق مراته وما يرفض أنه هو يديها النفقة بتاعتها أو يديها الحقوق بتاعتها أو يديها العفش بتاعها أو يديها مؤخر السواق بتاعها أو في العكس نجد المرأة يمكن من آخر الأسئلة اللي شفتها ورد إليه واحدة كان متزوجها الشخص وبعدين شك كده يعني علاقتها بيه بقالها فترة مذبذبة وبينهم خلافات فرح جاب محامي وبيسأل فاتضح أن هي رفع عليه قضية طلاق وخد حكم بالطلاق بقالها سنة ووخد عليه قضية نفقة وقضية مؤخر وقضية يعني أواضي كتير جدا دي بتنشأ منين بتنشأ من إن الإنسان يجب أن يبحث عن المرأة ذات الأخلاق الطيبة والمرأة لازم تبحث عن رجل ذو الأصل الطيب والأخلاق الطيبة يبقى حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنت في الأرض وفساد كبير هذا الحديث حتى ولو لم يكن حديثا في درجة الصحة فهو حديث مقبول العمل به ولا مانع من ذلك أما السؤال الثاني اللي ورد من حضراتكم فهو سؤال يتعلق بهل ينفع نحن نقول إن الشخص دوت من أهل النار ولا الشخص ده من أهل الجنة هل ده مقبول ولا غير مقبول خلونا نبقى متأكدين كلنا إن الجنة والنار بإيد ربنا سبحانه وتعالى وليست بيدي أحد الجنة والنار بإيد ربنا سبحانه وتعالى وليست بيدي أحد ليست بيدي إنسان وليست بيدي ملك وليست بيدي رسول وليست بيدي أحد إلا الله سبحانه وتعالى لكن ربنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مجموعة من الصحابة إن هم مبشرين بالجنة وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة منهم العشر المبشرين بالجنة ومنهم غيرهم من غير العشر المبشرين بالجنة فدول إحنا مؤمنين إن هم إن شاء الله يدخل الجنة إنما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نقدرش نقول إن فلان ده في الجنة وما نقدرش نقول إن فلان ده في النار ده في واحد النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنه والحديث ده موجود في صحيح مسلم واحد حلف كده وقال والله فلن ده من اعماله السيئة ومن اخلاقه السيئة والله فلن ده لن يدخله الله الجنة وسيدخل النار فاذا بربنا سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي يتألى على الله من ده اللي بيعتدي على حقوق الله سبحانه وتعالى ويقول ان فلن ده في الجنة والن فلن ده في النار وأشهد الله تبارك وتعالى خلقه أن هذا الذي قال أن فلان مش هيخش الجنة فربنا بيقول لا فلان ده هيخش الجنة وإنت اللي هتخش النار لأنك يعني أخذت مكانا لا ينبغي لك أن تأخذه فما ينفعش نقول على حد أن هو هيخش النار بنشوف كتير من الناس دلوقتي بينهم وبين بعض بعض المزاح وبعض الهزار ويعودوا مع بعض يقولوا والله أنت ما هتخش الجن يقولوا والله أنت هتخش النار كل هذا الكلام لا يصح ولا يليق ده ذنب عظيم جدا أنك تعمل كده خلي لسانك دايما ما يتكلمش في الجنة والنار لأن الجنة والنار بيضرب بنا سبحانه وتعالى حتى لو كان الإنسان ده مش على دين الإسلام يا أخي حتى لو كان الإنسان ده مش على دين الإسلام ما تنفعش تقول أن فلان باسمه من أهل الجنة أو أن فلان باسمه من أهل النار لأن من الممكن أن العاصي يتوب من الممكن أن غير المسلم يسلم من الممكن أن اللي بيرتاكب كل المبيقات في الدنيا يعود إلى الله سبحانه وتعالى وربنا قال قل يا عبادي الذين أسففوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له يبقى ما ينفعش أبدا نقول إن فلان من أهل الجنة ولا إن فلان من أهل النار دي بإيد ربنا سبحانه وتعالى مش بإيد بشر والتكفير دي جريمة عظيمة جدا من قال لإنسان أنه كافر فقد باء به أحدهما يعني مش ممكن أبدا إنك تتهم إنسان إنه من أهل الجنة ولا إنه من أهل النار السؤال اللي ورد بعد كده بيتكلم السؤال اللي ورد بعد كده بيتكلم عن حكم إرضاع المرأة لأولادها وحكم خدمة المرأة لبيتها إحنا عايزين نتفق على اتفاق إن ما فيش عاقل هيسأل هذا السؤال إن ما فيش إنسان سوي حيفكر أو حيطرح على المجتمع هذه الأفكار وهذه الرؤى الإسلام مش أوم العلاقة بين الرجل والمرأة على الحقوق والواجبات أقامها على المودة والرحمة يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ألينا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكونوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة يعني العلاقة بين الرجل ومرأته تقوم على المودة والرحمة آي عم الشيخ بس بالوقتي ما فيش مودة ورحمة بين الرجل ومرأته في محاكم في أضايا في قتل في ضرب في حاجات كتيرة بنشوفها في المجتمع مع عشان إحنا ضيعنا الأحاديث اللي إحنا قلنا عليها قبل كده إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه أو إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والحديث اللي بيقول تنكه المرأة لأربع ثم يختمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله فاذفر بذات الدين تريبت يداك لأن إحنا بقينا نطلع على مجتمعات أخرى وبناخد منها السيء بس وما ناخدش منها الحسد إحنا من أفضل الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى شعر عهلنا في هذا الكون هو العلاقة اللي بنسميها العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة اللي هي عقد النكاح اللي ربنا سبحانه وتعالى سماه بالميثاق الغليل فزي الميثاق الغليل ده اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله هذه المكانة العالية نرجع ونقول طب هو المرأة يجب عليها أن ترضى ابنها ولا ما ينفعش طب هي المرأة تاخد نفقة على ذلك ولا ما تاخدش طيب برضو السؤال طب المرأة دية لما تكبر كده ابنها وتقول له ده أنا اللي أكلتك وشربتك وأرضعتك وكبرتك وعلمتك فيقول لها بس أنت كنت تبتخذي أجرى على ذلك كيف ستكون العلاقة بين الرجل وبين أمه في هذه الحالة الأم اللي ربنا سبحانه وتعالى أوصن بها وقال وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا اللي جاء معاوية بن حيد القشاري كما ثبت في صحيح البخاري فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك فإزاي إحنا نقيم العلاقة على هذا الأمر أيوة ذهب السادة الحنفية وهذا ما نفت به إلى أن إرضاع المرأة لولدها واجب عليها ديانة يعني فيما بينها وبين الله سبحانه وتعالى لكن قضاءا ما فيش واحد هيرفع أضيئة على المرأة يقول لي ما أفضعتش ابني حسابها عند الله سبحانه وتعالى زي ما هو واجب برضو على الرجل أن يكرم المرأة زي ما المرأة واجب عليها أنها تخدم بيتها مش بنقول تخدم الزوج تخدم بيتها الرجل واجب عليه برضو أنه يخدم بيته واجب علي أنه يوفر لها النفق المأكل والمشرب والملبس والمسكت والدواء كمان يجب على المرأة أنها تراعي بيتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ويجب على الرجل كذلك النبي قال والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها خلي بالنا أن مثل هذه القضايا بتثار في المجتمع بقصد هدم استقرار هذه الأسر إحنا بننادي كل إنسان قرأ كلمة في كتاب ولا قرأ كلمة أو معلومة على النت أو في مكان آخر أنه يلجأ إلى المكان الطبيعي للعلم الشرعي وهو الأزهر الشريف علشان يعرف من خلاله إيه اللي ليه وإيه اللي عليه إيه الصح وإيه الغلط الفقهاء قالوا كده ليه وما قالوش كده ليه الفقهاء قالوا أن كان فيه يعني بعض النساء بترضع بأجر كان موجود عند العرب قديما لأن كان دي مهنة موجودة وكان دي مهنة بيعتمد عليها بعض الناس وكان المقصود منها تربية الأبناء في السحراء علشان يديهم القوة الصحية والقوة البدنية مش كان المقصود منهم أن الأم بتتخلى عن دورها أو بتتخلى عن مسؤوليتها أبدا واللي بيقولك أصل النبي صلى الله عليه وسلم أمه ما أرضعتهش هذا كلام غير صحيح سيدة آمنة أرضعت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أرضعته أمه أيمن كما أرضعته حليمة السعدية كل دول شاركوا في ذلك وده كان لعلة كانت موجودة في هذا الوقت لكن إحنا نيجي نقول أن المرأة مش يجب عليها أنها ترضع ابنها وأنها تاخد نفق على ذلك وما تقوليش التشبيه بالمرأة المطلقة المرأة المطلقة لها حكم خاص بها المرأة المطلقة علشان مش واجب بعد انتهاء العدة النفق لها فبنوجب لها أجرة الإرضالة أنها عايزة إلى غذاء ودواء وأشياء أخرى علشان تقدر ترضع الصغير إنما المرأة المتزوجة هي أصلا واجب على زوجها أن نوفر لها هذه الأشياء وعشان كده بيفرق الفقهاء والقرآن ذات نفسه فرق بين المرأة المتزوجة والمرأة غير المتزوجة يعني المرأة المطلقة فنخلي بالنا من هذه الأحكام ومحدش يضحك علينا ومحدش يزرع بيننا وبين بعض الشقاق والفرقة والخلافات الأم محمد بتسأل وبتقول إزاي أعالج الوسواس الوسواس الأشياء اللي بتأتي الإنسان ساعات تشككه تشككه مرة في وضوءه فتقول أنا توضيت ولا ما توضيتش طب أنا توضيت انتقد وضوئي ولا ما انتقدش وبعدين تبدأ تاخد مرحلة تانية فتقول له هو الدين بتاعي ده صح ولا غلط وبعدين تبدأ تاخد مرحلة تالتة فيقول له هو ربنا موجود ولا مش موجود إزاي أعالج مرحلة الوسواس الوسواس يحتاج مننا إلى علاج جذري العلاج الجذري دايج إزاي؟ كل ما الإنسان حافظ على علاقته بالله سبحانه وتعالى كل ما ربنا أبعد عنه الوسواس أنا هنجح ولا مش هنجح أنا هتعين ولا مش هتعين أنا هيحصل لي كده ولا مش هيحصل لي كده طول ما الإنسان أصلح علاقته بالله طب أصلح علاقتي بربنا سبحانه وتعالى إزاي؟ حافظ على اللي أنا هقول لك عليه رقم واحد حافظ على إن ما يمرش يوم في حياتك من غير ما تقرأ القرآن القرآن هو حبل الله هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الحبل الممدود بنا وبين ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيخلي قلبك يطمئن أنت بسمعتش إلى قول الحق تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب يبقى حافظ على أنك ما يمرش عليك يوم من غير ما تقرأ قرآن الكريم وخصوصا آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين والآية الأخيرة الآية الأخيرة من سورة البقرة أو الآياتين الأخيرتين من سورة البقرة آمن الرسول بما أنزى إله من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة المجموعة دي من الآيات هتحافظ على قلبك وهتبعد عن قلبك الوساوس رقم اتنين هتقول هذه الأدعية اللي أنا هقول لك عليها أول حاجة هتقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثانيا هتقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع صختك كذلك هتقول رضيت بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسوله ده رقم اتنين رقم تلاتة هتحافظ على الصلاة في أوقاتها عايز الشك يروح منك لازم تحافظ على الصلاة في أوقاتها تسمع الأدان تسيب اللي في إيدك تسيب اللي بيشغلك وتقوم تصلي لله سبحانه وتعالى إلا إذا كنت في عمل معين يحرم عليك في هذا العمل أنك تتحرك فورا لازم يجي حد بدليك ساعتها ممكن تأخرها بس ما تخرجش الصلاة عن وقتها رقم آآ أربعة الدعاء قبل النوم الدعاء قبل النوم الدعاء اللي إحنا عارفين نم على شقنا الأيمن نم وإحنا على وضوء ونقول أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة منك آآ إليك إلى آخر هذا الدعاء اللي كلنا عارفينه لو أنت فعلت هذه الأمور حيزول عنك الوسواس وجرب كده وحتقول إن شاء الله الشيخ قال لي هذا الكلام وتحقق هذا الكلام يبقى لعلاج الوسواس حتحافظ على هذه الأدعية وحتحافظ على هذه العلاقات اللي إحنا قلنا عليها الأربعة الصلاة وقراءة القرآن وخصوصاً الآيات اللي أنا قلت عليها والأدعية اللي أنا قلت لحضراتكم عليها السؤال اللي بعد كده حكم تلاوة المرأة القرآن أمام الرجال حكم قراءة المرأة للقرآن أمام الرجال هل ينفع المرأة تقرأ القرآن أمام الرجال؟ والله إحنا كل فترة من الفترات تظهر بضعة جديدة والناس بتطلع في تأليفة جديدة ما أنزال الله به من السلطان آل مرأة بتقرأ القرآن أمام الرجال والرجال بيقرأوا القرآن أمام النساء وإحنا دوقتي بنتكلم في كلام عيب ده كلام ربنا سبحانه وتعالى وكيف تعلمت النساء القرآن؟ هو القرآن نزل من سيدنا جبريل للنساء مباشرة القرآن نزل من سيدنا جبريل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة والصحابيات فالصحابيات وأمهات المؤمنين تعلموا القرآن من الرجال والصحابيات وأمهات المؤمنين كانوا بيكلموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ده مش بس كانوا بيكلموه ده كانوا بينقشوه ده في بعض الأحيان كانت النقاش بيبقى طويل جدا امرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إن زوجي ظهر مني والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يعني خلاص ما أراك إلا طالقا فتقوله يا رسول الله لكنه لم يطلقني ويفضل يكلمها وتكلمه وتنقشه وينقشها الحد ما القرآن ينزل ويقول قد سمع الله قولة التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله طب القرآن سمع إليها وهي بتنقش النبي والنبي سمعها وهي سمعها وهو بيكلمها وهي بتكلمه طب ما قالوش خلي بالك أصل صوتها عورة محدش من يعني جمهور الفقهاء قالوا أن صوت المرأة ليس بعورة ما فيهوش مشكلة خالص ففكرة إن المرأة ما تقرأش القرآن أمام الرجال سيدة هند جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هند اللي يعني اتهمت في مقتل سيدنا حمزة رضي الله عنها وأرضاها سيدة هند بتنقش النبي وبيقول بايعنني على أن لا تشركنا بالله شيئا فقالت نراك تأخذ علينا شيئا لم تأخذه على الرجال ولا يسنق لن فقالت إن أبا سفيانا رجل من شحيه وأعدت تنقش النبي والنبي ينقشها وإلها أنت هند وسيدنا عمر يسمع كلامها ويضحك سيدنا عمر من هذا النقاش الطويل بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم إذن صوت المرأة ليس بعورة من حق المرأة أن تتكلم أمام الرجال من حق المرأة أن تقرأ القرآن بحضرة الرجال من حق المرأة أن تتعلم العلم من الرجل ومن حقها أيضا أن تعلم الرجل إحنا بنشوف في بعض الأحيان كده بعض الناس يقولك لا بس المرأة تتعلم من الرجل لكن الرجل ما يتعلمش المرأة من الذي قال لنا هذا الكلام سيداء مسالمة رضي الله عنها وأرضها كانت سببا في إنقاذ الصحابة من النار في صلح الحديب لما أشرت على النبي صلى الله عليه وسلم بإشارتها العاقلة فلو أن النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال فما التذكير لسم الشمس عيب فما التأنيث لسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال السؤال من أستاذ حمدي الضوي إن ضاعت مني صلاة العشاء وذهبت أصليها ومعها شفع واتر أرجو التوضيح طيب صلاة العشاء لها وقت الأفضل لصلاة العشاء إن من أول وقتها من غياب الشفقي الأحمر لحد ثلث الليل ده الوقت الأفضل إنك تصلي فيه صلاة العشاء يجوز إلى نصف الليل ويجوز إلى ما قبيل طلوع الفجر ده الوقت اللي تصلي فيه صلاة العشاء الأفضل إنك تصليها في التلت الأول من الليل أول ما يبدأ وقتها التلت الأول من الليل تصلي فيه صلاة العشاء فات الوقت ده صليتها قبل نصف الليل ماشي بفيش مشكلة فات الوقت ده صليها قبل صلاة الفجر ولو بخمس دقائق صلاتك صحيح لكن لو الفجر الدن يبقى كده أنت خرجت له صلاة عن وقتها وده ذنب عظيم خلي بالنا ناس كتير ناس كتير بتضيع الصلاة وبيضيع الصلاة وقولك أصلا كنت مشغول أصلا كان عندي عمل أصلا يا عم الشيخ يا أخي أنت بتشتغل عشان إيه بتشغل عشان الرزق صح؟ طب تصور إن اللي في إيده الرزق ده هو اللي بيقولك تعالى صلي فعمر ما الصلاة هتضيع عمر ما الصلاة هتضيع وقتك ولا عمر الصلاة هتضيع رزقك والصلاة أصلا بتاخد وقت قد إيه الصلاة كلها بتاخد إيه عشر دقائق؟ يعني عندك خمس صلاة لو حسبت كده يعني الصلاة اليوم كله ما بياخدش نص ساعة أو ما بياخدش ساعة لربع يا سيدي الصلاة الخامسة كلها ومن تضيع الصلاة عشان الرزق قم تلاقي الرزق بتاعك الدنيا معكوك معاك ما هو ربنا قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى أنت مضيع الصلاة عشان إيه علشان تحطي مكياج ولا عشان تروحتي قابل خطيبك ولا علشان العريس ولا علشان العمل طب ما هو اللي في إيد الرزق سواء الرزق ده زوجة ولا الرزق ده زوج ولا الرزق ده مال ولا الرزق ده عمل ولا الرزق ده أولاد ولا الرزق ده صلاة اللي في إيد الرزق هو ربنا سبحانه وتعالى وبعدكال تسأل وتقول لي هي الدنيا منطوشة معايا ليه يا أخي ما هو ربنا قال كده ومن أعرض عن ذكري فإن له معينشة ضنكة يبقى نحافظ على الصلاة طيب يا عم الشيخ فاتتني الصلاة بقى أعمل إيه يبقى تصلي الصلاة خارج وقتها لكن خلي بالك أنك عملت وزر عظيم ذنب كبير جدا أنك خرجت الصلاة من وقتها بس أول ما تفتكرها تقوم وتصلي وتعيد الصلاوات اللي عليك وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم قد يغفر لك هذا الذنب الأستاذة هند إبراهيم بتقول مبلغ حلف اليمين بالله طيب إحنا عارفين إن الإنسان لو حلف بالله خلي بالنا عشان بعض الناس مش فهمة الموضوع ده أنا عندي ثلاث أنواع لليمين اليمين الأولاني اسمه اليمين الغموس وخلي بالنا من المعنى ده عشان كتير من الناس مش واخد قبلها منه غموس يعني إيه يعني صاحبه مش هيخش النار لأ صاحبه يغمس في النار عارف الفرق بين واحد يخش النار ويتغمس جوه النار يتغمس يعني ينزل لتحت خالص يعني يعذب عذاب أشد وده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خمس من الكبائر لا كفارة فيهن منها اليمين الغموس اليمين الغموس إنك تحرف على أمر في الماضي أو أمر في الحاضر وإنت بتتحمد الكتب بتتحمد الكتب إزاي إنت عملت الشغل؟ آه عملته لا إنت ما عملتوش تقول والله العظيم أن عملت الشغل وإنت ما عملتوش ده اسمه يمين غموس وإنت عارف إن أنت ما عملتوش أو حد يتصل بيك والدك يتصل بيك أنت فين دلوقتي؟ فتقوله أنا في المدرسة يا ابن أنت فين؟ تقوله والله العظيم أنا في المدرسة وأنت مش في المدرسة ولا حاجة أنت في السايبر ولا أنت مع أصحابك ولا أنت في النادي ده اسمه يمين إيه؟ غموس فخلي بالنا منه ده كبيرة من الكبائر اللي كتير من الناس بتعملها اللي بنشوفها في البيع وفي الشغل كتير يقول لك والله الحاجة دي أصلية وهي مش أصلية ده يمين غموس صاحبه ويغمسه به في نار جهنم وده يذهب البركة يذهب البركة من البيت يذهب البركة من الزوب يذهب البركة من الأولاد النبي قال اليمين الغموس تدعو الديارة بلاقع يعني تخرب البيوت اللي شايف أن بيته في مشاكل كتير يدور هو بيحلف يمين غموس ولا لا؟ طيب رقم اتنين يمين اللغو اللي هو الإنسان بيقولها وهو مش قصده لا والله بلا والله تفضل والله يجي وحد يقابلك فانت تقوم له فيقول لك والله ما انت أين فتقوم برضو دي ربنا لا يؤخذنا عليها لا يؤخذكم الله وباللغو في أيمانكم لكن اليمين اللي فيها كفارة اليمين المنعقدة إنك تقول والله هروح بقرى الحتة الفلانية والله هكلم فلان والله ما لم كلمك تاني دي منسميه يمين منعقدة ودي اللي لو انت ما عملتهاش هيبقى عليك الكفارة الكفارة إيه بقى دلوقتي؟ اطعام عشر مساكين أو كسوة عشر مساكين طب اطعامهم قد إيه ولا كسوتهم قد إيه؟ شوف يا سيدي عشر مساكين كل مسكين حوالي اتنين كيلو ونص من غالب يقوت البلد غالب قوت البلد دلوقتي رز فشوف اتنين كيلو ونص من الرز أو تلاتة كيلو من الرز يساو كام وضربهم في عشرة وتبقى دي كفارة اليمين تطلع للفقراء والمساكين وربنا يغفر لك إن شاء الله ولا تعود إلى هذا الأمر مرة أخرى يبقى ده مبلغ حلف اليمين بالله لو أنت حنثت إنما لو أنت نفست اللي عليك ما عليكش مشكلة آخر سؤال معانا من إيمي عبد الفتاح بتقول فضل قراءة سورة البقرة فضل قراءة سورة البقرة شوفوا سورة البقرة من أهم سور القرآن الكريم سورة البقرة دي أطول سورة في القرآن الكريم سورة البقرة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا تستطيعها البطلة يعني لا تستطيعها البطلة اللي خايف من الحسد اللي خايف من السحر اللي خايف من الأعمال اللي خايف من الكلام الفارغ اللي بتسمعه كتير في المجتمع دلوقتي عليه بقراءة سورة البقرة لا يقربه شيطان لا يمسه شيطان حافظ على سورة البقرة على الأقل كل ثلاثة أيام تقرأها مرة طب أنا مش عارف أقرأها اسمع هات الشيخ الحصري الشيخ مصطفى سماعيل الشيخ المنشاوي الشيخ عبد البسط عبد الصمن وشغل سورة البقرة في البيت فالبيت اللي تشغل فيه سورة البقرة يمتلئ بركة اسمع هذا المعنى السور السور البيت اللي بنشغل فيه سورة البقرة يمتلئ بركة من الله سبحانه وتعالى يبقى ده أول فضل لصورة البقرة أنه لا تستطيعها البطلة يعني لا تستطيعها الصحراء الصحراء ما يقدروش يعتادوا على إنسان بيقرأ صورة البقرة أو بيسمع صورة البقرة كل ثلاثة أيام مرة ما قدرتش كل ثلاثة أيام مرة يبقى على الأقل ما تفوتش أسبوع من غير ما تقرأ أو تستمع إلى صورة البقرة طيب رقم اثنين إن صورة البقرة مع صورة آل عمران اسمهم الزهرى وان الزهرى وان الزهرى عارف أنت الزهرى من الرائحة الطيبة واللون الجميل وهكذا رقم ثلاثة في فضائل صورة البقرة إن صورة البقرة وصورة آل عمران يجوا يوم القيامة يظللوا صاحبهم يظللوه يعني إيه ظللوه يعني كأن هي كده سحابة فوق منه يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما يعني تيجي الملايكة تقول دك تعالى يقوله لا البقرة وألا عمران يقوله لا كان بيقرأ البقرة وألا عمران دايما يبقى ما حدش يقرب له لا ملايكة تقرب له ولا شياطين تقرب له ولا حد يقرب له ولا عقاب يأتي بالنسبة له لأن البقرة وألا عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة يعني إيه تحاجان يعني بيدفع عنه يعني كأنهم أشخاص كده يوم القيامة عارف أنت طبعا مع الفارق يعني عارف أنت اللي بيسموه دلوقتي البوديجارد اللي بيحمي الإنسان من حد يعتدي عليه طبعا مع الفارق الشديد يعني يومي الإيام البقرة وألا عمران هم من اللي يحموك هم من اللي يشفعو لك هم من اللي يقفوا عند الله سبحانه وتعالى وقولوا يا رب ده كان بيقرأ البقرة وألا عمران فالبقرة وألا عمران يبقى يومي الإيام حصن للإنسان وحماية للإنسان من العقاب ومن السؤال ومن العتاب ومن أي شيء آخر رقم ثلاثة من فضائل سورة البقرة إن فيها ثلاث آيات من أهم ثلاث آيات في القرآن الكريم الآية رقم واحد فيها من أهم ثلاث آيات في القرآن الكريم هي آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وديه لوحدها تكفي كحصن للإنسان اشتنزت نفسه قال لأبي هريرة هذا الكلام قال لك لو أنت قرأت الآية دي قبل ما تنام ما يجيش لك شيطان لحد ما تصبح يبقى تقرأ آية الكرسي والآيتين الأخرانين اللي هي آخر آيتين في سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل آيات من ربه والمؤمنون النبي بيقول إيه؟ اسمع الكلام ده مهم نحن بنفوت ده سواب عظيم بيقول من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه كفتاه عن إيه؟ قيل كفتاه من عذاب القبر وقيل كفتاه من قيام الليل يعني مش محتاجي يقوم الليل ولا حاجة أو بمعنى صح هو محتاجي يقوم الليل بس لو نسي يقوم الليل دي كأن هي بدل قيام الليل فيبقى ما تنمشي قبل ما تقرأ الأيتين دون وتقرأ آية الكرسي لأن ديه من فضاء لسورة البقرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والقلب الخاشق ولسان الذاكر إنه ولي ذلك والقادر عليه حياكم الله ورعاكم ولكل خير أبقاكم ومن كل شر نجاكم وفي حلقة أخرى نراكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته